نروح لتونس طبعا حضراتكم يمكن تسمعوا بالناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان كل مرة توكل كرمان بتحاول إنها تجذب الأنظار لها من ساعة ما يعني منحوها جايزة نوبل للسلام سنة 2011 ودائما ما تتحدث يعني عن أمور سواء كان في مصر أو في تونس أو في المغرب يعني في دول يعني عديدة وانتقادها بيكون دائما انتقاد يعني ليس له أساس من الصحة ده أولا وسانيا انتقاداتها بتكشف مدى التناقض اللي بتعاني منه توكل كرمان أنا بقول هذا الكلام لأنها يعني بتهاجم الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل يعني غير لائق وبتصفه بأوصاف يعني غير لائقة وغير مهزبة يمكن كتبت توكل بتقول قيس سعيد مجرد انقلابي خان ناخبي وما حدث في تونس مجرد ثورة مضادة تنضم إلى مجموعة الثورات المضادة التي قادتها الرياض وأبو ظبي للإطاحة بثورات الربيع العربي ومكتسبتها دا كلامها النهاردة عن قيس سعيد وطبعا يعني بتصفه بأوصاف غير لائقة طيب كيف كانت تتحدث عن قيس سعيد زمان أيام كان مرشح بتقول في تغريدة لها هناك ألف سبب يدعوني للقول أنني فخورة للغاية بالمرشح التونسي الأوفر حظا للرئاسة المناضل قيس سعيد مبروك مجددا دخولك الجولة الثانية وفوزا مستحقا فيها إن شاء الله ومنياتي لك بالفوز الكبير دا في سبتمبر 19 دا توكل كرمان ودي برضو توكل كرمان وطبعا يعني ما تحدثت به توكل كرمان يثير غضب على شقاء في تونس لأنه طبعا إهانة لرئيس دولتهم ورئيس بلدهم يعني أنا عايز بس الزملاء يعرضوا لي بعض التغريدات اللي قالتها أو كتبتها توكل كرمان الروبوت قيس بن سعيد يسر على القول إن الديمقراطية التونسية تمثل خطر ماحق على الدولة التونسية هذا الروبوت وانقلابه يمثل وصمة خزي وبصمة عار على جبين تونس تمسح بمساحة كبيرة ما مثلته ثورة اليسامين من مجد لتونس جعلها حديث وفخر العالم وعالية المقام بين العالمين يعني إهانات غير مقبولة وأنا أتفهم طبعا غضب الأشقاء في تونس حول هذا الأمر ترجمة نانسي قنع